من الحاجات المهمة جدا أنه المنتخب الفترة اللي جاية عنده حالة من الأمور الفنية اللي فيها تطوير كتير من روي فيتوريا روي فيتوريا عند 4 سنين 4 سنين دول هتشوفوا يا جماعة تغيرات كتيرة في التشكيل هتشوفوا تغيرات كتيرة في التفاصيل الفنية والتاكتك والكلام ده كله فالمهم والمهم قوي أنك تزبر على المنتخب أرجوك يا أرجوك الناس أنا آسف الناس اللي ما بتحبش منتخب بلدة اللي ما بتحبش منتخب بلدة أو ما بتدعمش منتخب بلدة اللي بيستنوا أي مباراة لمنتخب مصر يطلع يقولك أصلوا اللاعب ده ليه داخل المنتخب اللاعب ده لا يصلح للكورة أنتوا شايفين إيه حلو في اللاعب الفناني المدارب ده شكله جاي يتحك علينا اللي مش عارف الناس دي يا جماعة ما تسمعوش ليها أبدا الناس دي أهدافها من زي ما أنت متخيل لو بيحبوا المنتخب ولا يفرق معهم مصلحة الكورة المصرية ولا الكلام ده كله عشان هو هو لعيب كورة كبير ولا محلل كبير ولا موزيق كبير ولا صحفي ولا مشجع كبير تمام لو بيحب وبيخلص لبلده ومنتخب بلده مش هيحكم من أول مباراة مستحيل يعني مستحيل واحد عنده خبرة في الكورة يحكم من أول مباراة فلازم تكون النوام السليمة يعني ما أقدرش أقولك مثلا إيه لما منتخب مصر يلعب خمس ست سبع عشر مباراة ويجي حد ينتقد أقولك لا ده نوام السليمة لا ده رأيه هنا بقى أقولك ده رأيه ليه عشان هو شايف إن الفترة دي كفيلة إنك تحلل وتنتقد وتتكلم عن المباراة لكن لو من أول مباراة بدأت تنتقد وتهاجم من أول مباراة تنتقد وتهاجم لعبين وطريقة لعب وجهاز فني يبقى أنت أكيد أكيد نواياك مش سليمة مستحيل ما ينفع عشيان خاصة لو أنت راجل بتفهم كورة وبتعرف كورة وخبير كورة ولعب كورة ومدرب كورة والكلام اللي بتحط في السيبي ده كله